على ناصية الطريق وعلى مقربة من مرفأ بيروت يرتفع مبنى يعود إنشاؤه إلى ما قبل 90 عاما شهد ويلات كثيرة أخرها كارثة تفجير مرفأ بيروت عمد مالكوه بالتعاون مع جالوري جنينة في بيروت إلى إقامة ما يشبه المعرض المفتوح حيث عمل نحو 15 فنانا تشكيليا لبنانيا وعربيا على رسم لوحة عملاقة على جوانبه كافة تحية حب إلى الضحايا وكل المتضررين يجد فكرة واجهات بين الستات اللي هني لقلهم البناية لأبوهم اللي يرحموا بيت فياط هني كان بدهم يعملوا مثل قماج لهالبناية ولكل الشهداء ولكل اللي توفوا بدهم يعملوا بطريقة حضرية وطريقة بصمت يعني ما بدنا نعمل إعلانات لنا أحسن شي بيجوا الفنانين بيعبروا عن شعورهم عن شو حاسين اليوم الوضع نحن حبينا يكون هالمعرض له تأثير أول شي فني خاصة يكون معمول بخشوع إذا بدك بمحبة لكل الأهالي اللي تضرروا شاركت بعمل واحد بعنوان هجرة الفكرة الشي اللي لاحظته بالفترة الأخيرة بلبنان حركة الهجرة الكبيرة اللي عم نشهدها حاولت استوحي من حركة هجرة السمان كانت فرصة حلوة إنه 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 نشارك بهيدا المشروع حتى بشوارع بيروت بنشاف كل الناس ممكن تشوفه متل معرض مفتوح بالطريق شاركت بواجهات تعبر عن مجموعة مشاعر غضب حزن ارتباك خوف ألأ خسارة خسرت حدا كتير عزيز لإلي أول لوحة هي عبارة عن موج بحر بيتضمن كل أحزاب لبنان كل ألوانهم كل مشاكلهم اللي احنا عم ننتصها كل يوم اللوحة الثانية هي تحكي عن كيف الأزيز اللي هو عادتها موجود دي بيوتنا اللي يعطينا شعور بالحماية نهارا الانفجار الأزيز هو كان السبب الرئيسي اللي موت الناس وجرحهم وينضم إلينا من بيروت المهندس راشد بحصلي الفنان التشكيلي أهلا بك أستاذ راشد معنا هذا المشروع الجميل فعلا يعني فكرة جذابة تعبر عن مضمون أو عن حدث مأساوي للأسف وأيضا تعكس تناقضات صحيح يعني معرض في فضاء مفتوح في بلد مأزوم لا كهرباء لا ماء لا أدوية لا صيدليات لا مستشفيات مثل ما تفضلتي مثل ما تفضلتي نحن مقاومين بكل معنى الكلمة حقيقة هيدا صرخة يعني هالمعرض هو كينية عن صرخة لحتى نقول للعالم قوموا بقى يعني للأسف بدنا نستعمل الرقم المشؤومي اللي هو 13 صار له 13 شهر الانفجار حاصل بأربعة شهر على الزبط صار له 13 شهر على الزبط بهيك وقت ساعة ستة ونص تقريبا لا سمح الله يرحمي اللي توفه المتين وستة أتلى والألفين جريح وللأسف بعد ما منعرف شي ومشان هيك هالمعرض بدل ما نجيب الناس على المتحف نزلنا الفن على الشارع وخلينا الناس تشوف صرختنا بدل ما نعزمهم يجوا يشوفوا شغلنا بقلب صالي أو قاعة وأحلى من هيك اللي هي أنه حبينا نعبر على طول 14 متر 13 متر يعني اللي بيمشي من الطريق من الآخر بيشوف الشغل وبيسمع صرختنا مبدئيا هيدا اللي عندي قولوه هلأ إذا بتحبي احكي عن لوحتي نعم تفضل أنا اللوحة عملتها بالاشتراك عملت اللوحة بالاشتراك مع بنتي داليا اللي هي كمان خرجت فنون من لندن من رويل كوليج أوف آرت وبصراحة أنا زلمي عمري 64 سنة للأسف بلشت الحرب كان عمري 18 ما شفت شي من الحياة يلي شفته هالناس عم تهاجر عم تترك القصف بيخلينا نترك الجوع بيخلينا نترك الفقر بيخلينا نترك السرقة أو إذا بديك الفساد بيخلينا نترك عشت الـ 75 عشت الـ 82 عشت الـ 90 عشت الـ 96 طبعيه الاشتياح الإسرائيلي الـ 2006 عفوا ما شفنا بعد لحد هلأ ومن الـ 2006 إلى هلأ عم نتراجع سميت اللوحة سمينا أنا وبنتي اللوحة وبقيت أنا بالآخر بتشوفي انفجار وبتشوفي الكل ترك ما بقيت إلا حمامة السلام وحتى حالي حمامة السلام اليمامي تبع السلام حطينا ليا المستديرة أنه بده تنصاب ويأوصوا عليها لأنه كمان هي مستهدفي للأسف صورة سودوية حطيت أمر لأنه ما في هذا اللي مفضل صورة سودوية للأسف لأنه ما عم نقدر نشوف أبيض وحابب سرخ أكتر وقول أنه ياريت حدا بيفهم علينا وبيفهم أنه حتى اليمامي اللي بده تبقى عم يجربوا ويقتلوا طب أستاذ راشد يعني كلام موجع فعلا ويعبر عن حالة صعبة جدا وأفق مسدود أيضا للأسف ويعني أنا لا أسئلة لدي حول الأوضاع في بيروت إن كان على الصعيد الاقتصادي أو السياسي أو الفني أو المعيشي أوضاع صعبة للغاية لكنك ذكرت أن هذا المعرض يحمل رسائل وأن لوحتك أيضا بالاشتراك مع بنتك الله يخلي لك ياها أيضا تحمل رسالة واضحة هل ما يزال تمت مكان للرسائل في بلد كلبنان يعني أليس كل ما يعاش هو جزء من العبث؟ حقلك مثل ما قال الشاعر نزاب قباني الأمل السورة السورة تولد من رحم الأحزان ما في اللي عم نعيشه ما فينا نظلنا قبلانين متقبلين للوضع أكيد بدي يصير في السورة وأكيد بدنا نرجع نحنا نوقف على إجرينا وبدنا نشوف أمل وإذا ما في أمل لك أن لشو نحنا بعدنا قاعدين بهالبلد لشو بنتي بعدها بهالبلد اللي هي بعدها بأول طلعتها أنا شفتي اللي بدي شوفه بس أكيد بدو يكون في أمل وأكيد هذه الصرخة مفروض توصل لكل الناس إذا هذا السؤال اللي سألتيه نعم نعم شكرا جزيلا لك أستاذ راشد بحصلي إذن الفنان التشكيلي كنت معنا من بيروت شكرا لك اشتركوا في القناة